السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناي وبناتي تلاميذ تنميزات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الثاني من الوحدة الأولى درس نصائح أب من منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لصلكم كل جديد يتناول هذا النص قص السيدنا نوح عليه السلام مع قومه إذ أمرهم بالإيمان فكفروا إلا قليلا منهم فأمره ربه بصنع سفينة فلما جاء الطوفان ركب فيها نوح والمؤمنين وأمر ابنه بالركوب فرفض ومات غرقا مع الكافرين يتناول النص القرآن قص السيدنا نوح مع قومه إذ أمرهم يا أولاد بالإيمان فكفروا إلا قليلا منهم بعد كده أولاد أمره ربه بصنع سفينة فلما جاء الطوفان يا أولاد ركب فيها نوح والمؤمنين وأمر ابنه بالركوب فرفض ومات غرقا مع الكافرين أمر المولى سبحانه الأبناء ببر الوالدين وطاعتهما ونهى عن عصيانهما وفي الآيات الكريمة التالية موقف أصري كثيرا ما تحدث مواقف مشابهة لهم للأسف حيث يرفع الأبناء راية العصيان في وجوه آبائهم وتأتي هذه الآيات مثالا لمن عصى أمر أبيه فكان مصيره الهلاك مهما اغطر بقوتهم ويأتي هذا المشهد ضمن مشاهد الطوفان حين أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام بأن يصنع سفينته لتكون سبيل النجاة لمن آمن به من ناحية وتكون وسيرة لحفظ الحياة من ناحية أخرى إبا ربنا أمر سيدنا نوح بصنع سفينة لتكون سبيل النجاة لمن آمن وبتكون وسيرة لحفظ الحياة من ناحية أخرى وطلب نوح عليه السلام من ابنها أن يركب السفينة مع من ركبوا من المؤمنين ولكن عصى أمره وتخلف عن الركوب فاستحق العقاب الذي نزل بهم نقرأ مع بعض النص القرآني والنص القرآن يا أولاد حفظ بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عنصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما المغي فكان من المخرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطمعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله كلمة ومعناها اركبوا فيها أي في السفينة اركبوا فيها معناها يا أولاد أي في السفينة بسم الله مستعينا بالله بسم الله مستعينا بالله مجريها سيرها في الماء مجريها سيرها في الماء مرساها وقوفها على الشرط تجري تسير معزل معزول بعيد بني ولدي سآوي معناها سألجأ يعصمني معناها يحميني لا عاصمة لا مانع ولا لا مانع لا حافظ حالة معناها يولاد فصل حجز المغرقين الهالكين المغرقين معناها الهالكين إقلعي يعني معناها لا تنطري غيظ الماء أي ابتلعته الأرض قضي الأمر معناها هلاك من كفر ونجات من آمن منهم هلاك من كفر ونجات من آمن منهم استوت معناها رسد استوت معناها يولاد رسد الجودي الجودي مع اسم جبل الجودي أولاد اسم جبل الجودي اسم جبل بعدا هلاكا بعدا معناها يولاد هلاكا المفرد وجمعه فهنا مجرى جمعها مجار مرسى جمعها مراس مرسى جمعها مراس رب يمعها أرباب ربوب رحيم يمعها رحماء رحيم يمعها رحماء الموج يمعها الأمواج ابن يمعها أبناء معزل يمعها معازل جبل يمعها جبال الماء يمعها المياه أو الأمواه المياه أو الأمواه عاصم يمعها عاصمون أمر يمعها أوامر أرض يمعها أراض أو أرضون سماء جمعها سماوات القوم جمعها الأقوام بعد كده أولاد نأخذ جمع جب مفرد فعندنا أول حاجة الموج مفرده الموجة الجبال مفردها الجبل الكافرين مفردها الكافر المغرقين مفردها المغرق القوم مفردها الرجل الظالمين مفردها الظالم الكلمة مضدها اركب مضدها انزل مجراها مضدها مرساها رحيم مضدها قاس تجري مضدها تبطئ معزل مضدها مجتمع الكافرين مضدها المؤمنين قال مضدها سكتا سآوي إلى مضدها سأهرب من يعصمني يؤزيني يهلكني رحم مضدها قاسا عزب حال مضدها جمع المغرقين مضدها الناجين إبلاعي مضدها خروجي إبقى إبلاعي مضدها خروجي إقلاعي مضدها أمطري استمري إبقى إقلاعي مضدها أمطري استمري غيضة مضدها فاضى نبعة غيضة مضدها فاضى نبعة استوت مضدها أبحرت بعدا مضدها قربا الظالمين مضدها المنصفين أو العادلين إبقى الظالمين مضدها المنصفين أو العادلين تفسير الآيات الآية 41 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال نوح عليه السلام لمن آمن معه اركبوا في السفينة بسم الله يكون سيرها ووقوفها ورسوها إن ربي لغفور للتائبين رحيم بالمؤمنين إبقى هنا أولاد يقول لك بما أمر سيدنا نوح عليه السلام المؤمنين إبقى أمرهم أن يركبوا في السفينة بسم الله ويكون سيرها ووقوفها ورسوها الآية الثانية يا أولاد الآية 42 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وبينما تجري السفينة أولاد بالمؤمنين في موج عال كالجبال نادى نوح عليه السلام ابنهم وكان في مكان معزل بعيد عن أبيه وكان في أولاد في مكان في مكان معزل بعيد عن أبيهم والسفينة وأمره ناصحا أن يركب السفينة ولا يكون مع الكافرين طيب هنا أولاد يجري لك السؤال يقول لك في الآية الكريمة نصيحة أب مع عطوف رحيم بابنه رحيم بابنه وضحها يبقى توضحها أولاد تقول بينما كانت السفينة في موج عال كالجبال نادى نوح عليه السلام ابنهم وكان في مكان معزل بعيد عن أبيه والسفينة وأمره ناصحا أن يركب السفينة ولا يكون مع الكافرين الآية 43 قال سآوي إلى جبر يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين هنا أولاد قال ابن نوح عليه السلام سألجأ إلى جبل يحميني من الطوفان فأجابه نوح عليه السلام إنه أنه لا نجاة اليوم من الغرق أنه لا نجاة اليوم يا أولاد من الغرق إلا لمن رحمه الله وكتب له النجام وارتفع الموج أولاد وحال بينهما فكان من المغرقين الهالكين بسبب كفره وعقوقه لأبيهم فيجيلك سؤال في الامتحان بما احتمى ابن سيدنا نوح وكيف كانت عاقبته ولماذا بما احتمى ابن نوح أولاد بجبل عال وكيف كانت عاقبته كان من المغرقين ولماذا بسبب كفر وعقوقه لأبيه الآية بتم أمر الله بهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين بتم أمر الله بأولاد بهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين ورست السفينة على جبل الجود وقيل هلاكا للقوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بكفر وعدم الإيمان طيب هنا أولاد يجيب سؤال في الامتحان بما أمر الله الأرض والسماء يبقى أمر الله الأرض أن تشرب ماءها والسماء أن تمسك عن المطر طيب أين استوى السفينة نوح الإجابة تقول على جبل الجودي على جبل يا أولاد الجودي من مواطن الجمال أول حاجة يا أولاد عندنا اركبوا أسلوب أمر غرض الحس والنصر والإرشاد يبقى اركبوا أسلوب أمر غرضه يا أولاد الحس والنصر والإرشاد اركبوا فيها بسم الله تعبير جميل يدل علي يا أولاد ضرورة الاستعانة بالله عز وجل في كل شؤوننا يبقى تعبير جميل يدل على ضرورة الاستعانة بالله عز وجل في كل شؤوننا مجراها ومرساها يؤكد المعنى ويوضحه يبقى مجراها ومرساها يؤكد المعنى ويوضحه إن ربي لغفون رحيم تعبير جميل يؤكد مغفرة الله ورحمته بالعباد تعبير جميل يؤكد يا أولاد مغفرة الله ورحمته بالعباد موج كالجبال موج كالجبال يا أولاد تعبير يدل على قوة الأمواج وعلوهم تعبير يدل على قوة الأمواج وعلوهم يا بني أسلوب نداء فيه إشفاق ومحبة للإبن أسلوب نداء فيه إشفاق ومحبة للإبن وحرص على منفعته وحرص عليه أولاد منفعته اركب معنا أسلوب أمر غرض النصف والإرشاد اركب معنا أسلوب أمر غرضه النصف والإرشاد ولا تكن مع الكافرين أسلوب نهي يا أولاد للتحزين من القفر وسوء عاقبته أسلوب نهي للتحزين من القفر وسوء عاقبته لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم هذا أولاد أسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء والاستثناء ويؤكد أولاد ناجاة المؤمنين وهلاك الكافرين بأسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء يؤكد أولاد ناجاة المؤمنين وهلاك الكافرين حالة بينهما الموج تعبير جميل يصور الموج بحائط أو بصور يفصل بين الأب وابنه يبقى حالة بينهما الموج تعبير جميل يصور الموج بحائط أو بصور يفصل بين الأب وابنه يا أرض بلعي يا سماء أقلعي دا يا أولاد تعبير جميل صور الأرض والسماء بإنسان ينادى وفيه تشخيص تعبير جميل صور الأرض والسماء بإنسان ينادى وفيه تشخيص يا أرض يا سماء تضاد يوضح المعنى ويؤكد تضاد يا أولاد بيوضح المعنى ويؤكد بعد كده يا أولاد يقول لك لماذا كان التعبير القرآني أجمل بني أجمل من ابني لي أولاد لإظهار الحنو عليه والحرص على منفعته يبقى بني أجمل من ابني لإظهار الحنو عليه والحرص على منفعته سؤال وجواب على الدرس يا أولاد أول سؤال معنا لماذا أمر الله سيدنا نوحا عليه السلام بصنع السفينة لتكون وسيلة لنجاة المؤمنين من ناحية ووسيلة لحفظ الحياة من ناحية أخرى بما أمر نوحا عليه السلام المؤمنين الإجابة يا أولاد أمرهم بأن يركبوا السفينة قائلين بسم الله مجراها ومرساها بسم الله مجراها ومرساها السؤال الثالث من ركب السفينة مع نوح عليه السلام ركب معه الذين آمنوا بدعوته من أهله وقومه السؤال الرابع بما وصف نوح عليه السلام ربه الإجابة أولاد تقول وصف نوح عليه السلام ربه بأنه غفور رحيم السؤال الخامس لماذا نادى نوح عليه السلام ابنه لينصحه بالإيمان بالله ورقوب السفينة لينصحه بأولاد الإيمان بالله ورقوب السفينة حتى ينجو من عقاب الله حتى ينجو من عقاب الله السؤال رقم ستة أين كان ابن سيدنا نوح عليه السلام عندما ناداه أبوه كان في مكان منعزل يبقى تقوليها الإجابة كان في مكان منعزل السؤال رقم سبعة بما نصح نوح عليه السلام ابنه الإجابة أولاد تقول نصح نوح عليه السلام ابنه بأن يؤمن بالله ويركب السفينة مع المؤمنين يبقى نصحه أن يكون يؤمن بالله ويركب السفينة مع المؤمنين حتى لا يموت غرقا مع الكافرين السؤال رقم 8 يا أولاد بيقول لك ما موقف ابن سيدنا نوح من دعوة أبيه ولماذا؟ الإجابة يا أولاد تقول رفض ابن نوح دعوة أبيه ولم يستجيب لها لأنه ولد عاق وكافر إذا رفض ابن نوح يا أولاد دعوة أبيه ولم يستجيب لها لأنه ولد عاق وكافر السؤال رقم 9 بما احتمى ابن سيدنا نوح عليه السلام ولماذا؟ الإجابة يا أولاد احتمى بالجبل ليعصمه من الماء فبسؤال رقم 10 كيف انتهت قصة سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه؟ تقول الإجابة حال بينهما الموجو فكان الابن من المغرقين والهالكين السؤال رقم 11 أين رست السفينة وما جزاء الكافرين من قوم نوح عليه السلام؟ تقول رست السفينة على جبل الجودي جزاء الكافرين الهلاق والموت غرقا والإبعاد عن رحمة الله السؤال 12 ماذا كان يحدث لو سمع الابن كلام أبي سيدنا نوح عليه السلام وركب معه السفينة؟ الإجابة لكان من الناجين وربما آمنة السؤال 13 ما واجب الأبناء نحو نصائح الآباء؟ الاستماع إليها والحرص على العمل بها الاستماع إليها أولاد والحرص على العمل بها ماذا نتعلم من هذا النص؟ ألف وجوب تنفيذ أوامر الله تعالى وعدم مخالفتها به طاعة الوالدين جيم الإنصاط لنصائح الآباء والعمل بها وبكده أولاد وصلنا معاكم من هاي الدرس للنهاردة أرجوكم استفدتم معنا وما تنسوش الاشتراك في القناة ودفعين الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته